يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم في عالم العالمين ولسه لقائنا بكم متجدد ومستمر يوميا على شاشة القناة الأولى في الحقيقة احنا مهتمين جدا أن احنا كل يوم ننقل لحضراتكم أبرز المستجدات اللي بتحصل في مدينة العالمين وكل حاجة بتحصل هناك سواء من فعليات رياضية ثقافية وفنية ويمكن تابعنا مع بعض أصداء حفل الافتتاح من كام يوم وتابعنا في الأيام اللي فاتت وزارة الثقافة كانت عاملة فعليات لطيفة جدا جدا مع مرتادي مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين ويمكن تابعنا مع بعض الأصداء الإيجابية جدا جدا في الممشى السياحي وشفنا فرقة السركة وهي بتتجول وسط المواطنين وقد ايه كانوا مبسوطين وكانوا مستمتعين جدا بعروض لطيفة وظريفة شارك فيها كل الناس كبار صغيرين وشفنا كمان السياحة العربية عاملة زي الفترة دي في العالمين الجديدة ويمكن احنا كنا في نص الأسبوع لكن لقينا إقبال كبير قوي من المواطنين أو السياح على مدينة العالمين في الحقيقة ده كان يمكن نص الأسبوع لكن احنا النهاردة بنجهز بقى لأجازة آخر الأسبوع واللي هتلاقي حفلتين في الحقيقة أجمد من بعض حفل القيصر كازم الساهر أو حفلة النجمة الكبيرة مجد الرومي واحنا مستنيين الحفلتين دول يعني بطريقة كبيرة جدا كلنا عايزين كده عايزين نعرف إيه اللي هيحصل في الحفلة لأنه في الحقيقة جمهور الفنانين سواء الفنان كازم الساهر أو الفنانة مجد الرومي اللي اتنين كبير جدا جدا ومش بس من مصر لكن كمان من الوطن العربي خليني أقولكم أن القيصر كازم الساهر كل يوم تقريبا بيعمل شار لحفلته في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي وعمل شار على السوشيال ميديا وعلى انستجرام عن حفلته غدا الخميس وعايز أقولكم أن التعليقات الجمهور كانت كثيرة جدا جدا واهتمامهم بالحفل كان كبير جدا جدا ونفس الشيء تكرر طبعا مع النجمة مجد الرومي المقرر حفلها بمهرجان العالمين يوم الجمعة إن شاء الله ففي الحقيقة محبي النجمة اللبنانية حرصوا على الاحتفاء بقدوم النجمة المحبوبة إلى العالمين احنا هنا في عالم العالمين هننقل بقى كل التفاصيل وكل حاجة إن شاء الله هتحصل في الحفلتين والتجهزات كمان هتبقى عاملة إزاي الأصداء هتبقى عاملة إزاي والنهاردة في الحلقة فيه كمان أخبار حلوة قوي ومهمة قوي عن نجوم وأساطير كرة القدم وفيه فعليات رياضية كتيرة جدا فتابعونا في الحلقة عشان معانا مفاجآت كتير ترجمة نانسي قنقر